السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد اليامي اليوم بنشاء بحصوار رقم 20 من شابتر 7 سؤال يقول ترمين the voltage VAB in figure 68 هذا figure 68 عندي دائرة series parallel أول خطوة نبدأ نطلع R total عشان نوجد R total أنا أقدر أختصر هذا الجزء من الدائرة عندي resistor resistor 2 parallel لو خليتهم resistor 1 رح سير عندي resistor 2 3 4 in series فرح تصر هذا الجزء وسميه RB رح تكون R2 plus R5 R6 parallel plus R7 plus R8 RB رح يساوي 1.71 كيلو أوم الآن أقدر أختصر هذا الجزء ورح أسميه RA عندي resistor 2 in series أجمعهم ويطلع 1.03 كيلو أوم الآن الدائرة أصبحت بهذا الشكل R1 RA RB فإيجاد R total أصبح سهل عندي R1 plus RA و RB parallel رح يطلع الناتج 1.64 كيلو أوم الآن صار عندي R total عندي VS نقلع الـ إستخدام قانون أوم ورح يطلع 60.98 ميلي أمبير الآن عشان نوجد النود A رح نستخدم قاعدة current divider rule عندي I1 I1 هو الـ current اللي ماشي على RA الـ I total ضرب RB على RB plus RA والـ I1 رح يساوي 38.06 ميلي أمبير الآن أصبح عندي current والـ resistor اللي بعد النود موجود فأقدر أطبق قانون أوم وطلع الـ voltage في النود ورح يكون 21.31 V الآن نبدأ بـ نود B نود B رح أستخدم برضو قاعدة current divider وعندي I2 اللي هو الـ current الموجود على RB و I total ضرب RA على RA plus RB رح يطلع معايا الـ I2 22.92 ميلي أمبير الآن الـ current معلوم الـ resistor اللي بعد النود عندي قيمتهم أجمعهم وأضربهم في الـ current ورح يطلع عندي الـ voltage في نود B 17.88 V الآن في السؤال يقول أوجد VAB عشان نوجد VAB نأخذ الفرق بين النودين الفرق بين النودين رح يكون 3.43 V